النهاردة سوق شعبي في صفة اللبن وانزلنا المؤسسة يبقى نزلنا السوق الشعبي اللي الناس هنا جنبنا وروحنا كمان معرض الحكومة معرض وزارة التموين عشان نعرف هنا ايه وهنا ايه الحكومة بتقدم اسعار اخبارها ايه باسعار السوق دايما يقولك هناك هتلاقي السعر 30% و 25% و 20% خاصي طيب هنا كام وهنا كام اللي بقوله ما حدش يزعل عشان نصدقية اي حد يقول قدام المواطن عشان المواطن رايح يشتري لما يروح يشتري عشان هيدفع فلوس فهو عارف السلع هيدفع فيها كاما فلما يشوف سعر ويروح يلاقي غيره يبقى فيه مشكلة يعني ما جيش النهاردة اقول اه والله احنا زلنا كميات بس اتسحبت عشان فيه تجار خدوها قد قد بقولش لا طب فيه مواطن عايز يزيز يزيت ملاقيهاش ملوش علاقة بيك ملوش علاقة بتاجر انه جوي خد لها علاقة اننا مصداقية كوزير تموين قلتلي فيه معرض فيه حكتك موجودة تروح تلاقيها جيت ملاقيتش زيت جيت ملاقيتش زيت يبقى هنا رقم واحد رقم اتنين بالزنب المواطن اللي قطع مشوار عشان روح المكان ده اخد حكتي الاقيها هنا مصداقية لما نقول نفز ونعمل ويكون عند احتياطي هو انا يعني اقول عند احتياطي ولما الناس عايزة مش لقياه تقولي في المخازن والمخازن دي ما تبقاش وانت عارف هيبقى فيه سحب ولا مش عارفين انه هيبقى فيه سحب واشنا عاملين معرض دي ليه عاملين عشان ارخص من برة فانا بقول المواطن صدقني تعال عندي انا مديك سلع ارخص من برة مديك اساس الزيت بخمسة وعشرين اللي هي برة بخمسة واربعين وبخمسين جنيه بالمناسبة عشان نبقى بنقول الكلام الدقيق اللي بتاخدها هنا بخمسة وعشرين برة بخمسين جنيه هي هي يبقى شوف الفرقة دي يبقى فيه تخفض فعلا بس هي تبقى موجودة عشان المواطن يحس انك عملت له حاجة فعلا فيه سلعتاني موجودة اه كتير اه بس فيه حاجات هو مش عايزها هو عايز ايه زيت سكر رز مكارونا شاي عتس فون دقيق دي تقريبا تقريبا اهم الحاجات الناس عايزها دلوقتي لحمة وفراخ طبعا خليهم دول على جنب عشان هتكلم عليهم دلوقتي هتكلم عليهم ما عنديش مشكلة خالص لانه ده لما نعمل كده طب الناس قعدت تستنى ما حدش جالهم لو نزلت طن خلص يبقى عنده غيره بتنزلت ساعتين في الناس راحت انبارح ما لقيتش وراحت النهاردة ما لقيتش يبقى ده امر لازم وانا هنا بخاطر الدكتور المصابة نبدولي رئيس مجلس الزراع لازم التدقيق والتشديد ما ينفعش مواطن يروح ما يلاقيش سلعة حق المواطن كده علينا حقه على بلده انا تحملت وسفرت بقول لحق في ناس راحة من الشرقية بلد دكتور علم صلحي ناس راحوا من اماكن اخرى عشان ياخدوا سلعة يشتروا ما هو راح ليه ليس بالشرقية وراحنا عشان هو عنده ثقة ارخص فهوفر لي تلتمونة وربعمائة جنيه انا اولى بيهم دي طال مشوار ده في البرد ده وفي المطرة دي عشان اروح ادور على زيت مش لقيه ادور على رز يقولولي خد كيلو ولا مش عارف ايه سكر خد مش عارف علبة واحدة انا بقول لكش ما تتحديتش انا عايز كل ناس ساخد لكن كمان لازم اقدر اللي قدامي ده اقيمه الله ما انتو قلتولي الاسبوع اللي فات هنا في هذا البرنامج المواطن اللي حق ياخد واحد واثنين وثلاثة لكن التاجر ما ياخدش يا فرحتي التاجر خد والمواطن ما خدش يتعمل الأكس التاجر خد والمواطن ما خدش وبعدين نحدد لمواطن هو انا همنعه يشتري ما يشتري لا فرصة مش انا عامل معرض وانا عامل اسعار رخيصة ما خل المواطن يشتري ما يشتري عايز زاز زيت ما ياخد اتنين ما خد اتنين يا سين خد تلات يا سين خد خمسة كيلو سكر ما ياخد خمسة كيلو سكر ما قصب السكر عندنا النهاردة في الصعيد عندنا في قناة وفي لقل بدأوا يحصدوه ويروح المصانع الأصب سبعة امان مصانع عندنا سكر جاي ستة سبعة مليون تول تقريبا عندنا داخل اهو اشتركوا في القناة